اخواني واخواتي في كل الدنيا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته احييكم واتمنى لكم وافر الصحة والعافية هنتكلم النهاردة عن المرخي العضلي طيب ايه اللي خلاني اتكلم عن المرخي العضلي اللي خلاني اتكلم عن المرخي العضلي اني انا شفت واحد كاتب ودي حاجة هتضر المرضى كاتب معلومة خاطئة بنسبة 100% كاتب المعلومة الخاطئة دي بلا ضمير وبلا اي وازع اذا كان ضمير اذا كان جاهل ما تعرفش هل هو كاتبها عن جاهل واذا هو جاهل من اين له بهذا الشيء طيب نتكلم وندخل في الموضوع على طول علشان انقذكم من الشخص اللي هو الافاق ده اللي ممكن يضرقه العضلات اللي في الجسم انواع العضلات اللي في الجسم تمام هم 3 انواع العضلات اللي انتوا عارفينها اسمها العضلات الهيكلية اللي هي العضلات اللي مسكة في الهيكل العظمي العضلة دي مسكة في الهيكل العظمي هنا والعضمة دي مسكة في الهيكل العظمي ودي مسكة في الهيكل العظمي العضلات اللي انتوا عارفينها هي دي العضلات المقصودة اللي كل الناس عارفها في نوعين عضلات الناس ما تعرفهمش تمام انه هم اسمهم عضلات لكن هم مختلفين تماما عن العضلات اللي هي عضلة القلب اللي هي بتنقبط طول العمر اللي هي على طول بتنقبط طول العمر تمام وهي اسمها عضلة لكنها مختلفة تماما عن العضلات اللي انتوا تعرفوها وعندنا العضلات التانية اللي هي موجودة في الاوعية الدموية في الشرايين في الاوردة في المعدة في الامعاء اللي هي العضلات النعمة دول نوعين عضلات ملكوش اي علاقة بيهم ملكوش اي دعوة بيهم هم اسمهم عضلات لكن هم مش زي العضلات اللي انتوا عارفينها تمام فمحدش يخدعكم ويقولكم مش دي عضلات تمام بمعنى انك انت لو خدت دوة للعضلات الهيكلية اللي هي العضلات اللي انتوا عارفينها ملهاش اي علاقة بعضلة القلب وملهاش اي علاقة يعني انت لو خدت بقى دواء له علاقة بعضلة القلب ملوش دعوه بالعضلات دي يعني لو خدنا دواء بيهدي عضلة القلب يعني يكون حد عنده سرعة ضربات القلب وبياخد دواء لعضلة القلب لعضلة القلب يقلل سرعة القلب او يرجعها للطبيعي هل ده معناه انه هيأثر على العضلة دي لا ابدا ابدا ملهمش اي علاقة هي اسمها عضلة لكنها ملهاش اي علاقة طيب انا ليه بقولي الكلام ده عشان فيه واحد افاق فيه واحد يعني عليه من الله ما يستحق لقيته كاتب ايه هو بيعمل ترويج لمرهم هو بيعمل كريم او مرهم شعبي كده بيعمله هو وبيرواجله فبيقول لقيته بيكلم واحد من الزباين اللي هم بيحبوه ولا الناس اللي هي بتشتري منه ولا الناس اللي هو مؤجرهم ما تعرفش فلقيته كاتب له يقوله ايه طب انا عندي شد عضلي ممكن استخدم المرهم بتاعك طبعا اكيد هيقول له ممكن مش عايزي بيع يعني فقال له اه ممكن قال له اصلا باخد باصة عضلات او مرخي عضلي قال له لا المرخي العضلي خطر المرخي العضلي ده بيرخي العضلات وعضلة القلب بترتخي بالمرخي شوف الافاق النصاب اللي انت منتش عارف هو جاهل ولا هو نصاب ولا هو ايه يعني هو بيتكلم عن جاهل ولا هو نصاب ما تعرفش فانت متخيل ان المرخي العضلي حيفك عضلة القلب حيرخي عضلة القلب يعني حيموتك مالوش اي علاقة بالموضوع مالوش اي علاقة بالعضلات التانية انتو كمان ما تفكروش لف عضلة القلب ولا حاجة العضلات عند الناس العادية هي العضلات دي خلاص هي دي العضلات تمام طيب المرخي العضلي بيعمل ايه المرخي العضلي مش عشان فيه واحد برضو جيت مرة كتبت له مرخي عضلي قال لي لا بس انا عضلاتي لو ارتخت مش حعرف امشي بقى مرخي حييت رجال فانتو هل عقليتكو بهذا الشكل يعني المرخي العضلي موجود في الصيدليات من عشرات السنين حد خده انت شفت حد خده ارتخ كده وبقى عمله ارتخاء في جسمه مش ممكن مش ممكن نخترع نخترع امراض عقلية احنا بنخترع مشاكل بنخترع مشاكل غير موجودة بيقولك اصلا انا خايف اصلا انا بحب اقرأ النشرة اصلا انا بحب يا جماعة المرخي العضلي تمام بيرخي العضلات المتشنجة العضلة العادية مش هعمل لها حاجة ومش هيدرها في حاجة فانت لو عندك شد عضلي او عضلة متشنجة تاخد المرخي العضلي عشان ترجعها للطبيعي مش هترخيها زيادة عن الطبيعي تمام ما تسمعوش كلام النصابين وما تسمعوش كلام الافقين وما تسمعوش كلام مخكو اللي عمال يشتغل غلط لدرجة الندوة محترم حتخسروه وبعدين لازم حضرتك تبقى عارف ان المرخيات العضلية مش كلها زي بعض انت احيانا نجي اكتب لو مريض حاجة يقولك ما انا خدت مرخي خلاص هو اخد مرخي اذا المرخيات كلها هي نفس النوع هي نفس الشكل تمام مش كله بالمنظر ده انت واقفين للدكاترة لما يجي اكتب لك هيقولك ما انا خدت الباصط طب يعني خلاص اقطع ايدي ما اكتبوش افرد ان انا شايف انك محتاج تاني محتاج تجربه تاني هو هو اللي انت شايف انه فاشل ده محتاج ان انا اكتب لك مرخي عضلي تاني او بسط عضلي تاني ما تمنعش الدكتور انه يعمل كده وما تسمعوش كلام الافقين لدرجة ان انت يبقى جسمك محتاج مرخي عضلي انت خايف تاخده لا يرخيك زيادة لا يعمل حاجة في قلبك لا يعمل مش للدرجات يا جماعة مش للدرجات تمام ارجوكو ما تاخدش معلومة طبية الا من دكتور الله الله لا يسئكو عشان ما اتموتوش نفسكو انتو اللي هتتضره والدكاترة مش هتتضره في حاجة يعني فالدكاترة مش هتتضره لكن انتو اللي هتتضره بمشيوكو ورا الافقين الافق ده يا اما مريض نفساني فاكر نفسه بقى دكتور فاهم قصدي ازاي فانت ماشي ورا واحد مجنون فهو فاكر نفسه دكتور فاكر نفسه بيفهم اكتر من دكاترة فاكر نفسه انه هو عبقري لانه هو يعرف له كلمتين فايا اما هو مجنون يا اما هو نصاب فانت لا تمشي ورا واحد مجنون او هو عارف انه جاهل بس نصاب فانت هتمشي ورا واحد مريض نفساني او نصاب اللي مش طبيب ويتدخل في الطب ويتكلم كلام غير طبي او يفتي في الطب وهو مش دكتور حتى الصيدلي ماينفعش يفتي في الطب. طبيب العلاج الطبيعي ماينفعش يفتي في الطب البشر طبيب الاسنان ماينفعش يفتي ماينفعش. تمام? ولا الطبيب البشر ينفع يتكلم في طب الاسنان ولا يتكلم في المعادلات الكيميائية بتاعت الصيدلة فاي واحد مش طبيب ارجوك ما تاخدش منه معلومة طبية لانه ممكن يوديك في ده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته